معنا مداخلة واتصال، السلام عليكم أستاذ إبراهيم خلف الله مقدم برنامج أزمة أخلاق السلام عليكم أستاذ إسماعين إزاي يا حضرتك؟ حبيب الولاي للفضل كل سنة وحضرتك طيب كل العاملين في قناة الصحة وجمال هذه الشاشة المحترمة هذه الشاشة الوعيدة والهديفة وعيدة كل التحية وكل الحب لكل العاملين في هذه القناة المحترمة شكراً أستاذ إبراهيم ربنا يحفظك ويبارك في حضرتك وموفق دايماً طبعاً كل التحية لهذا البرنامج أصالنا أو صرحة أصالنا في العيد أسأل الله السميع العليم المهيد أن يجعلها أيام مختارة على الأمة الإسلامية وأن يرفع البلاء والوباء عن هذا البلد العظيم مصر وسائل بلاد المسلمين اللهم أمين يا رب العالمين آمين لأساس مصر الشاهد طبعاً مدير إنتاج هذه القناة المحترمة نعم كان لأساس مصر الشاهد في ظهور كبيرة جداً 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 في ظهور هذا البرنامج للنور نعم آمم إننا أستقبلت العيد إزاي استقبلت العيد إزاي الحمد لله روح العالمين استردنا العيد وفرحنا بالعيد طبعا يعني محدث كثة العيد أكتر من اللي صام وصلى وقام الليل فبالعيد ليه في مذاق وليه فرحة خاصة عند الناس اللي صام والناس اللي قاموا الليل واجتهدوا والله مالك الحمد يعني صلنا العيد وفرحنا بالعيد الصلاة السندي في المساجد مختلفة شوية بالنسبة صلاة العيد والله أنا بعتبر صلاة العيد تبقى فرحة في القلب يعني هي مش أكتر من هي مظاهرة لكن هي تبقى فرحة في القلب كنتك بتسمع التكبير أو كده آي فيه يعني استزامنا بالتعليمات بتاعة وزارة الصحة ولكن هي صارحة العيد في القلب يعني بتحس بقلبك كده إنه صارحة خاصة يعني مختلف عن زمان عيد السنة دي والسنة اللي فاتت مع الوباء نعم العيد السنة دي والسنة اللي فاتت مع وجود هذا الوباء نسأل ربنا سبحانه وتعالى يرفع عننا هذا الوباء مختلف عن زمان آه طبعا مختلف نعم لكن احنا منشوف يعني منحش فرحة العيد في العيون أفنا يعني واحد لما يكون عنده ولد أو بنت منحش فرحة عيونهم يعني وحبالحرزتك ولكن اصغار فرحة العيد في قلبك ده ده واجب وواجب شرعي كمان يعني ده عبادة طبعا طبعا انك مهما يكون في حاجات مقلمة في حياتنا فاحنا اصغار فرحة العيد ده ده واجب يعني على كل مسلم فرد الفرحة فرد بسأل نصر سمائل عليهم المجيب ان يوفح هذا الوباء يعني عن نصر وسائل بلاد المسلم يا رب رؤيتك سيد إبراهيم للبرنامج رؤيتك لبرنامج حضرتك المستقبلية وهو كان برنامج من البرامج المتميزة برنامج حضرتك برنامج أزمة أخلاق على مدار ثلاث سنوات متكملة في قناة الصحة وجمال مازال مستمر ان شاء الله بإذن الله نخشنا كتير من الأزمات وعالجنا كتير كلنا منطرح الأزمة ومنطرح المشكلة وكلنا منقوم على حلها واصدفنا كتير قوي قوي من أسدتنا ومن أهلماءنا استاذ إبراهيم ينصحنا مع السن الصغير مع السن الصغير تنصحنا بإيه مع الأطفال في المدارس والمعاهد والحضانات تنصحنا بإيه في السن الصغير في التربية وأزمة أخلاق والله يعني أنا في ظل الميديا وفي ظل العالم المفتوح يعني لازم يكون كل أب وكل أم رقيب فعلا على طفلهم أو على ابنهم إن تركش الموضوع للمدرسة أو للحضانة يعني مش هتكون بالدور الكامل أو بالعملان المصطوبة يعني كل أب وكل أم لازم زي ما بتأكل وتشرب وتلبس وتمرد لازم تكون رقيب جدا 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 يعني لازم تكون رقيب جدا 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 على كل تصرف ممكن التصرف يتصرف والنشأة من الأولى يعني النشأة الأولى ليه تموينة جدا 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 يعني بلاش نستهون يا جماعة بأطفالنا وبيقول أطفالنا لأن الأطفال النهاردة غير الأطفال الزمان الأطفال النهاردة عالم مكسور كون في إنترنت وبدخولوا على مواقع وبيدقوا معلومات وكده فإحنا لازم نكون رقابة جيدين جدا 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 على الأطفال نعم إذن هي رقابة من الأسرة حضرتك بتأكد عليها لا نكتفي بدور المؤسسات الموجودة التعليمية والتربوية ولكن هي في البداية دور الأسرة ودي أكدت عليها الآية الكريمة قوة أنفسكم وأهليكم نارا أو كلكم رعوة وكلكم مسؤول عن رأيتي شكرا للمداخلة حضرتك الجميل السبراهيم ودايما تفوق من نجاح لنجاح دايما في برنامج أزمة أخلاق